بتعلن اللجنة العليا للانتخابات غدا الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تمهيدا لبدء الدعاية الانتخابية والمقرر اجراء الجولة الاولى منها يوم 21 و 22 من نوفمبر بالخارج و 22 و 23 من نوفمبر بالداخل وذلك في 13 محافظة بعد يومين من اعلان النتيجة النهائية للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الوهبة تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ايمان عباس غدا الكشوف النهائية وبدء دعاية الانتخابية لمرشح المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والمقرر اجراء الجولة الاولى منها يومي 21 و 22 من نوفمبر الحالي خارج مصر ويومي 22 و 23 من نوفمبر داخل البلاد وذلك في 13 محافظة ابرزها القاهرة اللجنة العليا حددت الاربع القادم لتقديم تنازلات وتعديل على ان يتم تقديم الطعون في الايام ثلاثة تالية ويتم الفصل في الطعون خلال خمسة ايام من ثامن حتى ثاني عشر من الشهر الحالي ويتم اعلان الكشوف بعد التنازل وتعديل العدد المبدئي لمرشح المرحلة ثانية قبل الدخول في مرحلة طعون يبلغ 2847 مرشحا يتنفسون على 222 مقعدا فرديا في 102 لجنة عامة مقسمة على 7894 لجنة فرعية اما المنافسة على مقاعد قائمة فان محافظات المرحلة مقسمة الى قطعين الاول قطاع شرق الدلتة لا يوجد به سوى قائمة واحدة هي قائمة في حب مصر والتي تحتاج الى اصوات 5% من اجمال عدد الناخبين ليصبح فوزها رسميا اما دائرة قطاعات القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتة تتنفس بها اربع قوائم بينما يصلوا عدد من لهم حق الادلاء باصواتهم في محافظات المرحلة ثانية الى اكثر من 28 مليون ناخب اشتركوا في القناة